ننتقل إلى الصورة الثانية شخصية مرموقة في النجف هو الأستاذ الأول في علم أصول الفقه أكذا تشخصه حوزة النجف هادي آراضي هادي آراضي هو الأستاذ الأول في حوزة أصول النجف لن أتحدث كثيراً سأعرض لكم مقطعاً من درسه بتأريخ اثنين واحد الفين وثلاثة وعشرين تسعة جمادة الثاني الف واربعمية واربعة واربعين بحثه الخارج في علم أصول الفقه سأقتطع جزءاً من درسه الذي كان بهذا التأريخ تسعة جمادة الثاني الف واربعمية واربعة واربعين اثنين واحد الفين وثلاثة وعشرين الذي سيعرض من بداية الدرس من الدقيقة الأولى إلى الدقيقة العشرين مع ثلاثة وعشرين من الثواني عشرين فاصلة ثلاثة وعشرين عشرين دقيقة زائداً ثلاثة وعشرين ثانية من بداية الدرس بالضبط إلى الدقيقة عشرين فاصلة ثلاثة وعشرين ثانية المقطع طويل لا أستطيع أن أعيده وربما عامة المشاهدين لن يفهموا شيئاً من كلامه لأن الكلام تخصصي لكنني سأشرح لكم كلامه بعد أن ينتهي الفيديو بلغة مبسطة رجاء اعرضوا لنا الفيديو ليس من الضروريات لا بد أن يستدل على ثبوت ذلك الحكم وأن يكون له بليل واضح على ثبوت هذا الحكم إثبات هذه الأحكام التي هي ليست ضرورية وإنما ناظرية بحسب الإصطلاح هذا يحتاج إلى أمرين الأمر الأول هو تأسيس القواعد العامة والنظريات التي بتطبيقها على مواردها يستنبط الحكم الشرعي ويصل الفقية إلى الحكم الشرعي الأمر الثاني مسألة التطبيق المرحلة الأولى تأسيس النظرية تأسيس القواعد العامة المرحلة الثانية هو تطبيق هذه القواعد العامة على مواردها لإستنباط الحكم الشرعي الذي يتكفل بتأسيس النظريات العامة والقواعد العامة هو علم الأصول عادة عادة نقول الذي يتكفل بتأسيس النظريات والقواعد العامة هو علم الأصول وفي علم الفقه الفقيه يمارس التطبيق فقط في علم الفقه لا يمارس الفقه تأسيس النظريات والقواعد وإنما هو يمارسها في علم الأصول ويفرع عنها ثم يأتي في علم الفقه هو يطبق هذه النظريات على الموارد المختلفة ثم يستنبط الحكم شرعي ويصل إلى إثبات الحكم الشرعي ومعرفة الحكم الشرعي هذه العملية طبعا يقوم بها المشتهد ولا يقوم بها العامة ليس من شأن العامة أن يؤسس النظريات والقواعد العامة وكما أنه ليس من شأنه أن يطبق هذه النظريات على مواردها في علم الفقه ليس من شأنه هذا المجال يختص بماذا يختص بالمشتهد والفقية بإمكانه أن يعسس نظريات طبق الموازين وأن يطبق هذه النظريات على مواردها ويستنبط الحكم الشرعي هذه النظريات والقواعد العامة التي قلنا بأنها هي تؤسس في علم العصول عادة هذه النظريات تارة تستخدم لمعرفة الحكم الشرعي العلاهي تستخدم لتحديد الحكم الشرعي العلاهي نحدث بأن هذا هو الحكم الشرعي تارة هكذا من قبيل البحث عن حجية خضر الواحد هذه النظرية وقاعدة عامة هذه النظرية والقاعدة العامة تستخدم لماذا؟ ليستنبط الحكم الشرعي العلاهي نستنبط منها حكما شرعيا ونفهم منها ما هو الحكم الشرعي هذا الحكم الشرعي مر يكون أولي مر يكون ثانوي هذا يختلف باختلاف الموارد بس بالنتيجة نصل إلى معرفة الحكم الشرعي وأخرى نفترض أن هذه النظريات تستخدم لتحديد الوظيفة العملية للمكلف عندما يشك في الحكم الشرعي الإلهي الواقعي يعني بعبارة أخرى تستخدم هذه النظريات لتحديد الموقف العملي الذي يريده الشرعي الذي يريده الشرع من المكلف عندما يصل إلى حالة الشك والتردد في الحكم الواقعي عندما لا يكون هناك دليل يثبت للفقية الحكم الواقعي ويتردد في الحكم الواقعي في هذه الواقع المهينات حينئذ يصار إلى البحث عن ماذا؟ عن تحديد الموقف العملي الذي يريده الشرع من المكلف اتجاه هذه الواقع التي يشك في حكمها الواقع واقعي يشك في حكمها الواقعي النوع الأول يعني الوظائف التي تستخدم للوصول إلى الحكم الشرعي الواقعي واستنباط الحكم الشرعي الإلهي هي الإمارات واستلح على تسمية الإمارات بالأدلة الاجتهادية أدلة الاجتهادية التي توصل إلى مهرفة الحكم الشرعي إمارات يستنبط منها الحكم الشرعي إمارات ليست هي لتحديد الموقف العملي والوظيفة العملية اتجاه الحكم المشكوك اتجاه الواقع التي يشك في حكمها لا تحدد وظيفة يتعين أن هذا هو الحكم قد تشتبه قد لا تصيب الواقع كما هو وابع ليس من الضروري بأن تكون الإمارة مصيبة للواقع دائما قد تقطع الواقع لكن هي لسانها لسان ماذا تحديد شنو الحكم الواقعي لسانها لسان أن هذا هو الحكم الواقعي والفقيه الذي يعتمد على هذه الإمارة بعد أن تقوم الأدلة على حجية هذه الإمارة سوف يستنبط شنو الحكم الشرعي لله يقول هذا هو الحكم الشرعي يقول أن هذا هو الحكم الشرعي ما دل عليه هذا الخبر الذي فرغ عن حجيته وأثبت حجيته يقول هذا هو الحكم الإلهي الشرعي يلتزم به قحكم شرعي لكن في بعض الأحيان لا يقوم الدليل الاجتهادي يعني الإمارة يسمى الدليل الاجتهادي لا يقوم الدليل الاجتهادي على تحديد الحكم الشرعي فتبقى هذه الواقعة مشكوك حكمها الواقعي لا يعلم ما هو حكمها الواقعي تأتي حينئذ دور النظريات الثانية والقواعد العامة الثانية التي تستخدم لتحديد الموقف العملي تجاه الواقع المشكوك في حكمها وهذه يصطلع عليها بماذا؟ بالأصول العملي أو الأذلة الفقاهتية في قبال تلك التي تسمع بالعمارات أو الأذلة الاجتهادية من هنا نفهم بأن الوصول العملية أو الأذلة الفقاهتية هي القواعد التي تحدد للمكلف الوظيفة العملية عندما يشك في الحكم الواقعي والشك في الحكم الواقعي ماذا يعني؟ يعني عدم العلم به وعدم قيام الدليل المعتبر عليه عندما يفقد المكلف العلم بالحكم الواقعي والدليل المعتبر على هذا الحكم لا يكون عنده لا دليل لا علم ولا علمي في هذه الحالة حينئذن هو يتحيى بطبيعة الحال يبقى شاكا في أنه ما هو حكم هذه الواقع فيبحث عن الوظيفة العملية قبال ماذا يعمل؟ هو الآن يشك في أن لحم الأرنب حلال أو حرام لأنه ما عندما يدل على ماذا؟ على أحد الأمرين لا علم ولا علمي فيبقى شاكا قبال ماذا يعمل اتجاه هذه الحالة؟ ما هو الموقف العمل الذي ينبغي للمكلف أن يتخذه عندما يشك في حكم الواقع ولا يعلم ما هو حكمها؟ هل هناك وظيفة عملية محددة؟ تأتي العصول العملية تحدد وظائف عملية من دون أن يكون لها نظر إلى الواقع من دون أن تكون ناظرة إلى تحديد الحكم الواقعي وإنما هي فقط تحدد وظائف عملية في مقام العمال أعمل هكذا الاحتياط يقول للمكلف كأصل عملي يقول للمكلف يجب عليك الاحتياط في الشباة التحريمية يقول لها يجب عليك التوقف وعدم الإقدام لكن ما يقول لك أن هذا حرام لا يقول له بأن الأحمل الأرنب شنو؟ حرام احتياط لا يقول له هذا حرام وإنما يقول أنت وظيفتك العملية عندما تشك في حرمة شيء أو إباحته ماذا؟ وظيفتك العملية أن تحتاج إذا قلنا بالاحتياط هنا البراءة بالعكس تقول أن الموقف العمل الاتجاهي في الشبهة التحريمية مثلا عندما يتحير المكلف لا يعلم أن هذا حرام أو حلال موقف العمل شنو؟ إطلاق العمل إطلاق العمل إطلاق العمل إنت مطلق تحر؟ كيف تفعل؟ تفعل أو لا تفعل؟ هذا التحديد للموقف العملي من دون أن يقول له بأن هذا حلال البراءة لا تقول المكلف بأن لحم الأرنب عند الشك في حرمته وإباحته أنه شنو؟ حلال والاحتياط لا يقول له بأنه حرام ولذا لا تكون الأصول العملية ناظرة علما إلى الواقع وإنما هي فقط تحدد ما هو الموقف العملي في الشبهات التحريمية أو الوجوبية أو غيرها ما هو الموقف العملي؟ الشارع ماذا يريد من المكلف؟ عندما يشك في الحكم الواقعي هل يلزمه بالاحتياط؟ بالاحتياط أو لا يطلق له العنان المسمى بماذا؟ بالبراءة أو شيء آخر فالأصول العملية هي عبارة عن قواعد ونظريات تؤسس في علم الأصول وتستخدم لتحديد الوظيفة العملية في حالات الشك في الأحكام الحكمة وعقائيا المجعول في الأصول العملية المجعول في الأصول العملية هي أحكام ظاهرية وليست أحكام واقعية التفريق بين الحكم الواقع والحكم الظاهر يخل يكون واضح المراد بالحكم الواقعي هو الحكم الثابت للشيء بعنوانه الأول هذا الحكم الواقع كل حكم يثبت للشيء بعنوانه الأول هو حكم واقع ليس المأخوذ في الحكم الواقعي هو الثبوت في الواقع حقيقة ليس المأخوذ فيه هذا المافوذ في الحكم الواقعي هو أن يثبت الحكم للشيء بعنوانه الأولي خمر حرام هذا حكم واقعي يعني ثابت للخمر بعنوانه الأولي ثابت للخمر بما هو خمر الصلاة واجبة القنوة مستحابة كل هذه أحكام واقعية بقطع النظر أنه الدليل الذي يدلع لها شنو الدليل قطعي أو دليل شنو ظن معتبر حتى الدليل ظن المعتبر يثبت حكما شنو واقعيا لأن الدليل الظن المعتبر عندما يقول بأن الخمر حرام هو يثبت حرما للخمر بعنوانه الأولي فهو يثبت حكم واقعي في قبال الحكم الظاهر الحكم الظاهر هو الحكم الذي يثبت الشيء بعنوانه الثانوي يعني يثبت للشيء بعنواني أنه يشك في حكمه واقعي الأولي هو يثبت لهذا الشيء يقول هذا الشيء الذي لحم الأرنان تشك في حرمته وحليته ويثبت له هذا الحكم هذا حكم ظاهري لكنه يثبت له شنو بما أنه مشكوك حكمه الواقعي لحم الأرنب حيث أنك تشك في أنه حرام أو حلال حكمه الواقعي شنو هو حكمه الظاهري وشنو البراءة حكمه الظاهري هو الاحتياط فالاحتياط يثبت لأكل لحم الأرنب لا بعنوانه الأولي قلنا أن الوصول العمل ليست ناظرة إلى ماذا ناظرة إلى الواقع لا تثبت الاحتياط لهذا الشيء بعنوانه الأول بما هو لحم أرنب وإنما بما هو شيء يشك في حكمه أولي الواقعي بما هو مشكوك حكمه الواقعي ووظيفتك شنو بيه الاحتياط أو البراءة هذا الاحتياط هو حكم ظاهرية تثبت للشيء بالعنوان الشنو بالعنوان الثانوي يعني شنو بالعنوان الثانوي يعني بعنواني أنه مشكوك في حكمه الأولي فهذا هو الفرق بين الحكم الواقعي والحكم الله من هنا يتبين بأن الأصول العملية ما يثبت بها هو أحكام ظاهرية أحكام ظاهرية تثبت للشيء بعنوانه الثانوي يعني تثبت للشيء بما أنه يشك في حكمه الأولي الواقعي فهي أحكام ظاهرية وليست أحكاما شنو واقعية زي طبعا من دون فرق بين أن تكون هذه الأحكام الزامية أو تكون ماذا ترخيصية كله أحكام ظاهرية فالبراءة حكم شنو ترخيصية احتياط حكم شنو إلزاني استصحاب التكليف حكم إن الزامة ظاهر إلزاني يعني ما يثبت باستصحاب التكليف هو حكم ظاهر إلزاني استصحاب عدم التكليف ما يثبت به هو حكم شنو ظاهر ترخيصي هذا لا يفرق فيه لا رجب كلها أحكام ظاهرية لاحظ الفقهار بأن ما يثبت بالإمارات أيضا أحكام ظاهرية أن المجعول في باب الإمارات هي أيضا أحكام ظاهرية ليست الأحكام الظاهرية مخصوصة بماذا؟ بالمجعول في باب الأصول العملية الشارع في باب الأصول العملية يجعل الاحتياط يجعل البراءة وقلنا أن هذه أحكام ظاهرية ثابتة لشيء بعنوانه الثانوي لاحظوا بأن المجعول في باب الإمارات أيضا أحكام ظاهرية لا تلاحظونوا في باب الإمارات المجعول المجعول من قبل الشارع في باب الإمارات أيضا أحكام ظاهرية دعك عن مفاد الخبر مؤد الخبر مؤد الإمارة قلنا ناظر علمه إلى الواقع أو يثبت الشيء بعنوان أنه حكم شنو؟ واقعي لكن الشارع ما يجعله الشارع في باب الإمارات هو حكم ظاهر لا محاذا ماذا يجعل الشارع في باب الإمارات؟ قل لي ماذا يجعل؟ يجعل الحجية يجعل الحجية ويجعل الحجية لهذه شنو الإمارة أو على مسلك الآخر الذي يقول بأن المجعول هو الحكم المماثل حكم المماثل يعني شنو الحكم المماثل؟ إذا كانت الإمارة تخبر عن حرمة شيء الشارع يجعل حرمة مماثلة لمؤد الإمارة هذه الحرمة المجعولة من قبل الشارع بناء على هذا المسلك هي أيضا هي حكم شنو؟ ظاهري مجعول في ظرف الشك الحجية أيضا حكم ظاهري لأن الحجية متى تكون؟ متى يجعل الشارع هذا الشيء حجة؟ عندما يشك في أن هذا الذي أخبر عنه لهذا الخبار وهذه الإمارة هل هو واقع وشنو؟ أو لا في ظرف الشك في ظرف الشك تجعل شنو الحجية؟ الحجية حكم ظاهري الحكم المماثل بناء على مسلك جعل الحكم المماثل حكم ماذا؟ حكم ظاهري هذه كلها أحكام ظاهرية حتى المنجزية والمعذرية هي أحكام شنو؟ ظاهرية تجعل في حال الشك عندما يشك المكلف الشارع يقول له هذا منجز هذا ينجز عليك الواقع عندما تشك في أنه تصل إلى الواقع أو لا يقول لا اعتبر هذا منجز أو أن هذا شنو؟ معذر فهي كلها أحكام ظاهرية ومن هنا طرحوا هذا السؤال أنه ما هو الفرق الحقيقي بين الإمارات وبين الأصول العملية مع أن كل منهما أن المجعول في كل منهما هي عبارة عن أحكام ظاهرية ثابتة لشيء بعنوان الشك وبعنوانها أنه يشك في مطابقته للواقع أو عدم مطابقته للواقع فمن هنا دخلوا في هذا البحث أنه ما هي الفوارق أو ما هو الفارق الحقيقي بين الإمارات وبين ماذا وبين الأصول العملية هذه أراضي هو الأستاذ الأول لعلم أصول الفقه في حوزة النجف الطوسية وفعلا حينما أراجع دروس الباقين فإن الباقين من الذين يدرسون أصول الفقه يبدو أنهم ببغاوات يأخذون الكلام من الكتب ويكررونه ولا يبدو عليهم أنهم يفهمون المطالب بدقة واضحة بخلاف هذه أراضي ولذا أنا اخترت هذا المقطع من أحد دروسه لأن المقطع هذا يجتمل يجتمل على مطلب يمكنني أن أقول بأنه يمثل قلب علم أصول الفقه بحسبهم هم يعدونه علما هذا المطلب الذي تحدث عنه هادي أراضي يمثل قلب علم أصول الفقه لن أعيد كلامه سأختصره لكم وبشكل واضح وبعبارات صريحة لكنني قبل أن أختصر كلامه سأقرأ بعضا مما قاله لتأكيد المطلب هكذا قال خليكون واضح المراد بالحكم الواقعي هو الحكم الثابت للشيء بعنوانه الأولي هذا الحكم الواقعي هو الحكم الثابت للشيء بعنوانه الأولي هذا الحكم الواقعي كل حكم يثبت للشيء بعنوانه الأولي هو حكم واقعي ليس المأخوذ في الحكم الواقعي هو الثبوت في الواقع الثبوت في الواقع عند الله ليس المأخوذ في الحكم الواقعي هو الثبوت في الواقع حقيقة في الواقع يعني عند الله ليس المأخوذ فيه هذا المأخوذ في الحكم الواقعي هو أن يثبت الحكم للشيء بعنوانه الأول وغير هذا فهو الحكم الظاهري هذا الكلام يشكل أساسا ويشكل مركزا لعلم أصول الفقه خلاصة ما قاله في البداية تحدث عن أن علم الأصول يؤسس نظريات قوانين علم الأصول يؤسس نظريات ينتج قوانين هذه القوانين يعمل بها المجتهدون في عملية استنباط الأحكام الشرعية هذا الجزء الأول من كلامه خلاصته هو هذا علم الأصول ينتج لنا قوانين على سبيل المثال من أن خبر الثقة حجة هذا قانون من قوانين علم الأصول إذا ما كان راوية الحديث ثقة بحسب علم الرجال فإن روايته ستكون حجة علينا هذا قانون من قوانين علم الأصول يأخذه الفقيه كي يطبقه في عملية استنباط الحكم الشرعي فحينما تكون الرواية رواية ثقة فإن الفقيه يستخرج منها الحكم الشرعي وفقاً لحجية الظهور العرفي المراد من حجية الظهور العرفي حينما يقرأ الفقيه الرواية بحسب العرفي في فهم الرواية فإنه يستخرج المعنى وفقاً لهذا القانون فهناك حجية خبر الثقة وهناك حجية الظهور العرفي هذه قوانين علم الأصول ينتج هذه القوانين هذا هو علم الأصول علم أصول الفقه علم ينتج قوانين قطعاً الذي يقوم بإنتاجها هو المجتهد نفسه المتخصص بعلم أصول الفقه فهو الذي ينتج هذه القوانين علم أصول الفقه إذن هو علم ينتج لنا القوانين التي نحتاجها في عملية استنباط الحكم الشرعي المرحلة الثانية المجتهدون يطبقون هذه القوانين في عملية استنباط الحكم الشرعي للوصول إلى النتيجة النهائية للوصول إلى الشيء الذي سيفتون به هذا الجزء الأول من حديثه الجزء الثاني ركز الكلام على ما يصطلح عليه بالحكم الواقعي وبالحكم الظاهري قطعاً هذا الكلام سيعود بنا إلى الأدلة التي يعتمد عليها المجتهد في تشخيص الحكم هناك ما يسمى بالأمارات هناك ما يسمى بالأمارات وإني لأستغرب من شيخ هادي آراضي وهو الأستاذ الأول لعلم أصول الفقه في حوزة النجف على طول هذا المقطع بل على طول درسه بل على طول كل دروسه إنه يلفظ هذا المصطلح لفظاً خاطئاً إمارة وإمارات أنا ما أدري شيخنا شيخ خادي متى ستتعلم لفظها الصحيح إنها الأمارات وليست الإمارات إنها الأمارة هذا مصطلح سني سقيفي ما أنتم عيال على مائدة السقيفة بني ساعدة علماء أصول الفقه من أتباع سقيفة بني ساعدة سيضحكون عليكم وأنتم تعبؤون جداً بموقف السنة من حوزة النجف الأمر ليس خاصاً بك البقية كذلك يلفظونها الإمارات هذا اللفظ ليس صحيحاً الإمارات جمع لإمارة والإمارة تعني السلطنة الولاية وهذا لا علاقة له بعلم أصول الفقه إنما هي الأمارات والأمارات جمع لأمارة والأمارة تعني العلامة إنها مستوى من مستويات الاستدلال من مستويات الأدلة الأمارات العلامات الأمارات الآيات الأمارات الأدلة فتقسم الأدلة الاستنباطية إلى نوعين الأمارات والأصول العملية بالمناسبة فإن طول هذا المقطع عشرون دقيقة زائدا ثلاثة وعشرون ثانية شخ هادئ الراضي كرر كلمة الإمارة والإمارات كررها ثلاثا وعشرين مرة لم يلفظها ولا في مرة واحدة لفظا صحيحا بإمكانكم أن تعودوا إلى المقطع وأن تدققوا في كلامه لقد دققت تدقيقا والأمر هو هو في بقية الدرس الذي أشرت إلى تأريخه والأمر هو هو في بقية دروسه والحال هو هو مع بقية أساتذة علم أصول الفقه بل ما طبع من كتب فإن هذا المصطلح جعلت همزته مكسورة الهمزة مفتوحة علماء السنة لا يقبلون ذلك لأنهم هم الذين وضعوا هذا المصطلح وهم أصحاب المصطلح وهم الأصل فيه أستغرب من هؤلاء الذين يحضرون درسك شخ هادي أما فيهم واحد يعرف هذا الأمر كي يوجهك ربما أنت لست ملتفتا لا أدري لكن الآن بحسب هذا المقطع أنت كررت مصطلح الإمارة والإمارات ثلاثا وعشرين مرة في كل هذه المرات أنت تخطئ في اللفظ فلا تقول الأمارة وإنما تقول الإمارة ولا تقول الأمارات وإنما تقول الإمارات في كلها على الإطلاق وفي الدرس كله في بقية الدرس وفي سائر الدروس الأخرى هؤلاء ماذا يدرسون الذين يحضرون مجالس دروسكم إذا كنتم لا تتمكنون من ضبط المصطلحات أنت يا شيخ هادي بعد هذا العمر وإلى هذه اللحظة لست متمكنا من ضبط المصطلحات وأنت الأستاذ الأول لعلم الأصول في حوزة النجف أنا لا أعتب على البقية البعض منهم حينما أستمع إلى دروسه فإنني فإنني لا أعلق إلا أن أقول من أن سماحة المرجع مضرط إمسلت إنه يقول شيئا خاطئا هو نفسه لا يفهم معناه على أي حال أعود إلى ما تحدث به هادئا الراضي تحدث عن الأحكام الواقعية وعن الأحكام الظاهرية الأحكام الظاهرية التي ربطها بالأصول العملية هذه الأحكام لا تتطابق مع حكم الله مع الحكم الذي يعرفه المعصوم لأن القضية عبارة عن وظيفة عملية الأحكام التي اصطلحوا عليها بأنها أحكام واقعية هي الأخرى لا تتطابق مع حكم الله إذن أين هو الدين الله إذن أين هو الدين الله الأحكام الواقعية يمكن أن تتطابق مع حكم الله ويمكن أن لا تتطابق كثيرون من أصحاب العمائم حينما يسمعون هذا المصطلح الأحكام الواقعية يتصورون أن المراد من هذا المصطلح في علم الأصول الأحكام عند الله علماء الأصول لا يقصدون بالأحكام الواقعية الأحكام عند الله وإنما صنعوا لهم واقعاً أصولياً هذا الحكم الواقعي بحسب الواقع الأصولي هذا واقع افتراضي ولهذا أنونت هذه الحلقات بصناعة الدين المزيف هذا دين بديل هذا دين بديل دين مزيف هذا واقع افتراضي في حدود دائرة علم الأصول ماذا قال في آخر كلامه لاحظ الفقهاء بأن ما يثبت بالإمارات أيضاً أحكام ظاهرية وهذه حقيقة فما يقال له حكم واقعي في علم الأصول ليس واقعياً إنما هو واقعي بحسب واقع افتراضي في دائرة علم الأصول إذا كنا نقصد بالحكم الواقعي هو بالواقع الحقيقي الذي يعلمه الإمام المعصوم فهذا لا يوجد في علم الأصول وإنما الأحكام الواقعية التي ترتبط بما يسمى بالأمارات أو بالأدلة الاجتهادية الأمارات والأدلة الاجتهادية مصطلح واحد يمكننا أن نستعمل مصطلح الأمارات ويمكننا أن نستعمل مصطلح الأدلة الاجتهادية الأحكام التي ترتبط بالأمارات أو بالأدلة الاجتهادية هي أحكام واقعية من مراد من الأمارات المراد من الأمارات على سبيل المثال آيات الكتاب الكريم أحاديث المعصومي هذه من أوضح مصادق الأمارات ما يستخرجه المجتهد من هذه الأمارات هو حكم واقعي لا بحسب حكم الله بحسب الواقع الافتراضي الذي صنع في دائرة علم الأصول إذن ما يسمى بالأحكام الواقعية لا علاقة له بحكم الله قد يصيب وقد لا يصيب رجعنا إلى منهج سقيفة بني ساعد من أن المجتهد إذا أصاب فإنه يؤجر مرتين وإذا أخطأ فإنه يؤجر مرة واحدة هذا منطق سقيفة بني ساعد منطق العترة من أفتى من غير علم من غير علم يعني من غير علم يستند إلى علمهم صلوات الله عليهم من أفتى بغير علم فأصاب لم يؤجر إذا أصاب لم يؤجر أما إذا أخطأ فإنه سيؤثم فليتبوأ مقعده من النار هذا منطق العترة أما منطق سقيفة بني ساعد إذا أصاب المجتهد فإنه يؤجر مرتين وإذا أخطأ فإنه يؤجر مرة واحدة هذا بالضبط هو الذي كان يتحدث عنه هادئا الراضي لا أقصد أنه كان يتحدث عن هذا الحديث وإنما آثار هذا الفكر هي هذه فإن الذي يصطلحون عليه بمصطلح الحكم الواقعي ما هو بحكم الله ما هو بحكم الإمام المعصو وإنما هو حكم واقعي بحسب الواقع الافتراضي لعلم الأصول قد يكون موافقا لحكم الله وقد لا يكون ومع ذلك هو هذا الذي يعتبر حكم الله في علم الأصول هذا دين بديل هذا دين بديل إذن أين دين الله إذن أين حكم الله المعصومون صلوات الله عليهم هل هم عاجزون عن أن يضع آلية كي تصل الأحكام التي يريدونها إلينا هل هم عاجزون عن ذلك الجواب كلا الشيعة هي التي أعرضت عن المنهج مثل ما قال إمام زماننا في الرسالة إلى الشيخ المفيد التي وصلت إليه سنة أربعمية وعشرة ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذجنح كثير منكم مذجنح كثير منكم إلى أين إلى ما كان السلف السلف الصالح عنه شاسحة ونبذ العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم لو كنا متمسكين بمنهج العترة مثل ما هم يريدون وهو موجود لو كنا لما احتجنا إلى كل هذا الهراء ولما ذهبنا إلى صناعة دين بديل إلى صناعة دين مزيف أضرب لكم مثالا حال الشيعة هكذا هناك شخص يملك بيتا مرتبا نظيفا فيه كل إمكانات الحياة بيته يملكه وهو يعرف كل أسرار البيت ويهتدي إلى كل تفاصيله ويعرف جميع أغراضه ويستطيع أن يستعمل جميع الأجهزة الموجودة في ذلك البيت يأتي من يخرجه من هذا البيت من دون سبب من دون سبب من دون سبب يأتي من يخرجه من هذا البيت ويذهب به إلى بيت آخر فيه أناس آخرون يدخله إلى ذلك البيت بشكل متطفل هو لا يهتدي إلى حاجاته وشؤونه في ذلك البيت لا يعرف أين هي الأفرشة ولا يعرف أين هي الملابس والملابس ما هي بملابسه ويضع له قوانين يقول له إذا شككت بأن هذا الثوب ليس لك أو أن أصحاب البيت لا يريدون أن تلبسه فانظر هل هناك عليه علامة بكذا وكذا فاتركه وإلا فإنك تستطيع أن تلبسه وهم سيقبلون حتى لو نسوا وضع تلك العلامة صدقوني هذا هو الذي جرى علينا هذا هو الذي جرى علينا نحن كنا في بيت نظيف مرتب كامل مجهز بكل شيء نستطيع أن نتعامل معه أضرب لكم مثالا من الواقع الشيعي عامة الشيعة الذين يحضرون مجالس الأدعية والزيارات صدقوني لو جئتم بأية عبارة وأدخلتموها في أدعية أهل البيت سيميزونها حتى من الأميين من الذين لا يحسنون القراءة والكتابة لأنهم قد منوا على قراءة الأدعية في هذه المجالس وقد لا يحسن القراءة والكتابة لكنه يقرأ مع القارئ أدمن على قراءة هذه الأدعية على قراءة هذه الزيارات حتى استأنسوا بها ومن حيث لا يشعرون تذوقوا لحن القول فلو جاء شخص وأدخل جملة في هذه الأدعية حتى لو كانت في دعاء لم يكونوا قد اعتادوا على قراءته وإنما لأول مرة يسمعونه سيميزون العبارة يقولون هذه العبارة ما هي من سنخ هذا الدعاء الشيعة كانوا هكذا الطوسي هو الذي يقول في مقدمة المبسوط ماذا يقول وهو يتحدث عن رغبته في تأليف كتاب على منهج النواصب في قضية التقعيد والتفريع والتشقيق في المسائل هذا الكتاب في الفقه الاستدلالي المبسوط في فقه الإمامية للطوسي المتوفى سنة 460 للهجرة وهذا هو الجزء الأول إنها طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة في الصفحة الرابعة بعد العاشرة الطوسي يقول وكنت على قديم الوقت وحديثه متشوق النفس إلى عمل كتاب يشتمل على ذلك يشتمل على منهج النواصب تحدث عنه قبل هذا في السطور السابقة تتوق نفسي إليه فيقطعني عن ذلك القواطع ويشغلني الشواغل وتضعف نيتي أيضا وتضعف نيتي أيضا فيه قلة رغبة هذه الطائفة فيه وترك عنايتهم به لماذا؟ لأنهم ألف الأخبار أخبار من؟ أحاديث أهل البيت لأنهم ألف الأخبار وما رووه من صريح الألفاظ لا نحتاج إلى قواحد علم الأصول مثل ما قلت لكم كعوام الشيعة الذين يدمنون قراءة الأدعية لأنهم ألف الأخبار وما رووه من صريح الألفاظ حتى أن مسألة لو غير لفظها وعبر عن معناها بغير اللفظ المعتاد لهم تعجبوا منها هذا هو الذي ضربته لكم مثالا من إدمان عوام الشيعة على قراءة الأدعية والزيارات حال الشيعة كان هكذا في الفتاوى وفي الأحكام والعقائد جاءنا هذا اللعين وعبث بديننا وقلده الذين جاءوا من بعده إلى أن وصلنا إلى هذه النتيجة إلى علم أصول الفقه الناصبي كي يصنع لنا ديناً بديلاً ديناً مزيفاً هذا هو عنوان حلقاتنا صناعة الدين المزيف حديث عن أحكام واقعية وأحكام ظاهرية الأحكام الظاهرية واضحة لا علاقة لها بحكم الله مثل ما قال هو وظيفة عملية أما الأحكام الواقعية التي كان يتحدث عنها إنها أحكام واقعية بحسب واقع افتراضي أصولي لا علاقة لهذه الأحكام بالواقع عند الله بالواقع عند الإمام المعصوم قد تكون الأحكام موافقة وقد لا تكون هل هو هذا دين الله إذن لماذا أرسل الأنبياء ولماذا قتل الحسين هل قتل الحسين حتى يأتي الأصوليون من النواصب من نواصب سقيفة بني ساعدة ومن نواصب سقيفة بني طوسي كي يصنع لنا دينا مزيفا دينا بديلا هذا هو الذي يجري على أرض الواقع ترجمة نانسي قنقر